بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم وهذه الحلقة من طبيب مصر إن شاء الله بإذن الله حيكون معنا وحينضمنا الدكتور ريشان منصور ولا أنا بحاول دلوقتي كنت أكلم الزملاء علشان ياخدوا رقم موبايل ويتواصلوا معاه ربما يكون فيه مشكلة في الدخول على البوابة والتصريح وكده النهاردة إن شاء الله نتكلم عن حاجات كتيرة جداً حيكون معنا دكتور كلا محترم جداً اسمه دكتور أحمد النجار بصري حيكلمنا النهاردة عن تأثير الفيروس كورونا على الكلا الدكتور أحمد النجار بصري أخصائي البطنة والكلا إن شاء الله كمان حيكون معنا بعد الفاصل الدكتور هشام منصور أستاذ بالجامعة الأمريكية علشان حيقول لنا عن الإجابة عن السؤال المهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتعاني منها بعض الأسر في مصر إزاي ميزانيتك تكفي يومك أو شهرك في ظل كورونا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هنتكلم عن حاجات كتير النهاردة في هذه الحلقة النهاردة إن شاء الله زميلنا هيكلموا الدكتور ريشان منصور علشان لو في مشكلة عشان ينضمننا في النص التاني من الحلقة النهاردة الحقيقة ناس كتيرة جداً كلمتني وما زالت بتحاول تتكلم معنا عن الحاجات المهمة جداً النهاردة ألا وهي قصة فيروس كورونا تكلمنا كتير عن كورونا وقلنا حاجات كتيرة جداً النهاردة حنحاول اللي نقوله عن كورونا يكون جديد شوية حنحاول اللي يتقال عن كورونا النهاردة يتقال يبقى جديد شوية يعني النهاردة لو قلنا مثلاً ممكن كورونا ينتقل بالدموع سؤال يمكن مش كتير بيطرحوا على نفسه ممكن ينتقل باللعاب طبعاً باللعاب ده يعني أساسي وإحنا حكينا وحنوقف شوية ونقول كلام جديد برضو في موضوع اللعاب طيب ممكن ينتقل بالحيوانات المنوية من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل عن طريق العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة هل دي تنقل الفيروس؟ ممكن ينتقل من الأم الجنينها يا طرقاً ولا لأ هنترحوا النهاردة ودي فرصة نهتف في أذن زميلنا بتوع المعمل الحقيقة يعني أنا سؤالي النهاردة لزميلنا بتوع المعمل وأي حد له بنت في معمل أو ابن في معمل أو حد شغال في معمل خاف على نفسك مرة وأكتر مرتين وأكتر ليه؟ لأنه للآن منظمة الصحة العالمية ما زالت حتى احتمالية أنه العينات اللي بتطلع من جسم الإنسان سواء الدم سواء اللعاب سواء الدموع سواء الحيوان المنوي سواء النقلة عن طريق من الأم لابنها كل دي ما زالت احتمالات واردة طب هل ده معناه أنه ممكن عينة براز زميلنا اللي في المعمل بيحللها الحد بيدور عددان يلاقي فيها الفيروس وارد عشان كده كل اللي بيسمعني دلوقتي ويعرف حد شغال في معمل يقوله خد بالك ممكن العينات بتاعة المعمل تنقل كورونا وده سبب زي ما بيقولكو محتمل كبير يعني يا ترى ليه المرضى بتوع الفشل الكولوي أو اللي عندهم مشاكل في الكلا نخاف عليهم أكتر من كورونا وليه كورونا بيشتغل على الصدر على الرأة وساعات يدخل الجهاز الهضمي أو الأجهزة الأخرى وساعات يشتغل برضو على الكلا ويبوز الكلا حتى قبل ما يبوز الرأة كل ده هنعرفه زي ما قلت مع الدكتور أحمد النجار بصري أخصائي البطنة والكلا ومحضر لنا معلومات مهمة جدا في الموضوع ده لكن خلونا نقول أنه الناس كلها عارفة ووهان في الصين لكن محدش يمكن يعرف هيوانان 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 ده يا جماعة هو السوق اللي حصلت فيه الكارسة دي يبقى السوق كان اسمه ايه؟ هيوانان وده ما كان بتتبع فيه الحاجات البحرية كائنات بحرية يعني جنباري حي وناس ممكن تاكل الحاجات البحرية حية وده شائح شوية في الصين وده يمكن اللي عمل مشاكل كتير قبل كده فيبقى هيوانان هو اسم السوق ووهان هو اسم المدينة هوبي أو خوبي ده اسم المخاطعة الكبيرة اللي فيها المدينة تنطق هوبي أو تنطق خوبي طيب الحقيقة اسم اول وحدة تصابت بالفيروس كان اسمها وي السيدة وي دي كان سنها سبعة وخمسين سنة وكانت بتبيع الجنباري في الصين السيدة دي كانت بتبيع الجنباري انا بشكر زميلنا طبعا على سرعة التواصل طيب يبقى تاني السيد دي كانت بتبيع جنباري وتخيلوا هذه السيدة هي السبب في كل اللي احنا فيه السيدة وي اللي هحكي لكم خصيتها دلوقتي هي اول وحدة جالها فيروس كورونا واحنا في الطب بنسميها المريضة رقم زيرو زيرو دي اول وحدة عادة الناس في الدنيا كلها اسمها وي الشركة دي السيدة دي شغالة في شركة هذه السيدة كانت بتبيع الجنباري في سوق المقاطعة دي تمام طيب في هذا السوق كانت الستة احدى بالجنباري ايه اللي حصل بقى خفاش كان مصاب بهذا الفيروس وعشان نفهم هنقول انه الفيروس ده اللي هو كوفيد تسعتاشر او كورونا هو سابع نوع من العيلة دي يصيب البني ادمين يبقى قبل هذا الفيروس اللي هو كورونا كان فيه ستة قبلوا اخواته الزغيرين بيصيبوا الانسان طيب فيه من العيلة حاجات تصيب حاجات تانية اه طبعا كورونا بتصيب السادييات السادييات وكورونا من الحاجات اللي بتصيبها الجمال الجمال ودي مهمة جدا لانه الكورونا اللي فات اللي كان اسمه ميرس سنة 2012 وطلع في السعودية كان عندي جمل فلما طفل لعب مع جمل انتقل من الجمل الى الطفل واصاب الانسان وبعدها حصل تحور تاني فالانسان صاب الانسان فيبقى السادييات والطيور لكن النادر انه ينتقل لانسان على فكرة ده نادر مش ساقع الحدوث في العيلة دي وان ينتقل كمان من انسان لانسان عشان كده عملوا حاجة لطيفة جدا في الصين بدأوا يجروا بعد الست ويدي مصابة الناس لأول طبعا أول أربعة واربعين حالة هم اللي حطوا عينهم عليهم يعني بدأت القصة تبقى معروفة لما وصلوا للمريض رقم كام أربعة واربعين أربعة واربعين المريض أربعة واربعين بدأوا ينتبهوا ان في حاجة غلط في ناس بيجي لها حاجة أزمة تنفسية بتقضي عليها ومش نمطية مش زال اللي احنا متعودين عليه لحد ما وصلوا لمتين أربعة وخمسين حالة فبدأوا ينتبهوا طبعا عند أربعة واربعين بدأوا يكشفوا ويطلع العالم بقى اللي قال ان ده فيروس جديد واسمه كورونا واسمه كوفيد 19 واتكلم عن الموضوع ده لكن لحد الأربعة واربعين كانت الحكاية يعني مش مدعاه للشكل ده طبعا بعد قليل حيكون معنا على التليفون الدكتور أحمد النجار أخصاء الكيلة ويوضح لنا أتمنى الزملائية يتصلوا بي يعني الرقم في الكنترول ويتواصلوا معنا إن شاء الله طيب نكمل قصتنا على ما يجي صوت الدكتور أحمد النجار بصري الحقيقة الفكرة كلها انه لما وصلوا لمتين أربعة وخمسين زي ما قلنا لأنه خمسة وخمسين في المئة منهم كانوا في السوق ده والباقيين اتعدوا من ناس كانوا في السوق ده فيبقى خمسة وربق لأنه خدوا بالكم العلماء يا جماعة لما بيفكروا ويجوا يحللوا بيحللوا تحليل علمي وبطريقة محترمة يعني يحطوا كل الاحتمالات إنه إنه ممكن يكون مش من السوق ده ولا من المدينة دي وإنه يكون مخلق معمليا زي ما في قصص أخرى بتتكلم عن الموضوع ده وعن فيروس كورونا وإنه مخلق وإنه ترمى في الصين وإنه ناس تاني عملية وهكذا طيب الجديد في ده الحقيقة إنه المفروض يبقى فيه وسيط بين الخفاش وبين الإنسان الفيروس دخل عاش فترة فيسموه الوسيط أو نسميه إيه إحنا زي ما البلهرسيا لها قوقع بتعيش فيه وبعدين الطر المعد يطلع من القوقع يأذي الإنسان هم حطوا هذه الفرضية إنه فيه حاجة كده ممكن تكون عاملة أو الموضوع ده أو شبيه بالموضوع ده طيب الصينيين الحقيقة كانوا شطار جدا فبسرعة جابوا التطور الجيني ووضعوا التسلسل بتاع جينات هذا الفيروس فيما يسمى بإيه بانك الجينات بانك الجينات طيب إيه التطور اللي بعد كده التطور اللي بعد كده إنهم بدأوا يبصوا على الأعراض وزي ما هنحكي دلوقتي لو قلنا إنه فيه خمس أعراض لفيروس كورونا شائعة وده السؤال اللي الناس كتيرة بتكلمني وحتى تسألني في الشارع وخاصة إن اللي هي كتاب اسمه أسرار كورونا المفروض إنه يعني خلال يومين ولا تلاتة حيبقى عند كل بتوع الجرائط في مصر إن شاء الله أخبار اليوم بتوزعوا على مستوى مصر كلها وأنا بحاول في أي حالة أقول يعني أغلب ما في الكتاب علشان حضراتكم حتى ما تضطروش يعني تدوروا على الكتاب حنقول الخلاصة هنا عشان حتى ممكن ما تضطروش يعني تدوروا على الكتاب إن شاء الله بإذن الله لسه الحلقة فيها أسرار كتير من أسرار كورونا ولكن بعد الفاصل إن شاء الله فاصل ونوار بسم الله الرحمن الرحيم إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى وعردك موفور ودينك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعينوا وعاشر بمعروف وسامح من اعتذى ودافع ولكن بالتي هي أحسن هذه كلمات الإمام الشافعي يا صحبي يلي المرض هدك مش عايزة يشوف دموعك نزلة على خدك تمن الألم مغفرة في الدنيا والآخرة بالعفو مين أدك دي الشوكة لو سكتك تغفر زنوب سكتك بالعفو مين أدك يا صحبي يلي المرض هدك مش عايزة يشوف دموعك نزلة على خدك رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل ونواصل وزي ما وعدناكم هيكون معانا بعد قليل الدكتور أحمد المجار أخصائي البطنة والكلة علشان يغطينا الجزئية بتاعت ماذا يفعل كورونا في مرضى الكلا طب وفي السليم يأثر على الكلا إزاي ده اللي هنعرفه طب في الجهاز الهضمي في الجهاز الهضمي وده تخصصي هنقول دقيقة كده على أو عن فيروس كورونا الجهاز الهضمي يتأثر بفيروس كورونا ولا لا أو ليه هو يتأثر بفيروس كورونا ودايما لما أقول لنا في بعض الفضائيات انه فيروس كورونا ساعت يحوال فيأثر على الجهاز الهضمي بسوء الحقيقة أنا بقول كده عشان نضحك شوية لكن هو فيروس كورونا بيأثر على الجهاز الهضمي زي ما بيأثر على كل الأجهزة في نفس الوقت تقريبا وده مش موجود في حاجة غير فيروس كورونا ولذلك لو سألنا نفسنا هو ليه فيروس كورونا بيأثر على كل أجهزة الجسم على غير العادة أو على غير ما احنا متعودين من الفيروسات كورونا الأخرى ولا دعم هذا الرجل الحقيقة وجدوا أنه فيه بروتين أو جلايكو بروتين تحديدا اسمه فيورين الفيورين ده موجود في كورونا كوفر 19 بتاعنا ده بتاع الأيام دي ومش موجود في الباقيين والحقيقة بيلتسق بالخلية طب أنهي جزء من الخلية هو بيلعب على حاجة اسمها S2 S2 Angiotensin Converting Enzyme 2 ده اسمه بالانجليزي لكن هو اسمه S2 اسم الدلع الـ S2 ده موجود على كل الخلايا بتاعت كل الأجهزة فمما إن الفيروس ده له مستقبلات يعني يخبط على باب الجهاز الهضمي يفتح يا سمسم يفتح على الدوري القلب واخواته افتح يا سمسم على العصبي افتح يا سمسم وهكذا يبقى هو بوجود على كل مستقبلات الخلايا على عكس بقية الفيروسات الأخرى طيب دي حاجة ايه كمان تاني طبعا هذا الفيروس قوة البروتين فيه عشر مرات في قوة البروتينات التانية فيبقى البروتين نمر واحد البروتينات عموما كتيرة قوي في فيروس كوفيد 19 بتاعنا ده عن البقيين اتنين له جزء اسم الفيرين موجود فيه ومش موجود في الفيروسات الأخرى التانية كلها فيه هو بس بيتحت بالخلية تلاتة قوة التصاقه بالخلية عشر مرات قد البقيين اربعة بيشتغل على الاس طب هم بيشتغلوا على الاس اه بيشتغلوا على الاس كل فرق بقى في النقطة الرابعة دي انه الاس بيبقى موجود في اجهزة بس بس بسيطة لكن في حالتنا بتاحت الكوفيد 19 موجود في كل اجهزة الجسم ويستطيع ان يهاجمها جميعا في وقت واحد وده اللي خلانا نعمل ما يسمى بالبالتي اورجان فيليار ومعانا دلوقتي الدكتور احمد المجار اخ الصائل بطنة والكلة دكتور احمد اهلا بيك دكتور احمد عايزين نعرف ايه الاحتياطات اللي نرعيها لمرضى الكلة علشان يعني نحميهم من كورونا قبل ما تجلهم اي عدو طبعا اهم حاجة لازم نتكلم فيها ان للأسف ان مرضى القصور الكلوي المزمن ومرضى الغسيل الكلوي من اكتر الناس المعرضة للاصابة بعدوى بيروس كورونا المستجد عشان كده احنا بناخد احتياطات على قد ما نقدر للوقاية من الاصابة بالعدوى دي واهمها طبعا مرضى الغسيل الكلوي اول حاجة بنحاول على قد ما نقدر ان هما اثناء المنزلش من البيت الا الجلسات الغسيل تكون حركته خارج المنزل الا للضرورة القصوى لما يوصل عشان ياخد الجلسة بتاعته في المستشفى المفروض ان في كل مستشفى بيبقى موجود زي نقطة فحص او نقطة فرض لكل الحالات اللي داخلها تعمل جلسة غسيل الكلوي اهم حاجة طبعا اه بيحسب بنقيس درجة الحرارة اه لقدر الله لو في ارتفاع بدرجة الحرارة بنسأل هل في اعراض اه تنفسية حدا ولا لو ما فيش بياخد الجلسة بتاعته اه بنحب ان هو يكون معاه يرتدي اه ماسك اه طبي ان تبقى في مسافة ما بين كل الجهاز والتاني تقريبا في حدود اه المترين اه نحاول ان ما يكونش فيه تجمع او اختلاص ما بين كل اه الحالات انت اه حارك عارف ان اه الغسيل الكلوي من الحاجات اللي بتبقى بتستمر فترة طويلة علاقة المرضى الغسيل الكلوي علاقة حميمية والناس اه علاقتها ببعض كويسة جدا فبيحبوا يتكلموا مع بعض يتونسوا مع بعض معلش الفترة دي مش نحاول ان احنا نقلل التجمع والكلام مع بعض قبل او بعد الجلسة مهم جدا التأكيد على اه غسيل الايدي الصحيح قبل وبعد الجلسة اه طبعا الطاقم التبي بيكون مرتدي المسكات الطبية بيكون اه اه بيحاول ان هو على قد ما يقدر يوفر يوفر الحماية لمرضى الغسيل الكلوي اهم حاجة طبعا ان احنا نحافظ اه ان مرضى الغسيل الكلوي بيكون اه اغلبهم مصاحب مع مرض السكر او مرض ارتفاع في ضغط الدم او اي مرض مزمن فبنحاول الانتظام في اه اخذ العلاج بصورة تمام يعني نزبط الضغط ونزبط السكر لهالاء المرضى ونحافظ على التباعد الاجتماعي زي ما قاله الدكتور احمد النجار اه علشان اذا كان الناس العادية لازم تبعد متر فهم او لو هم بياخدوا الجلسات انهم يكونوا متبعدين عن بعض شوية اكتور احمد الحقيقة اذا كان جهاز او اذا كان فيروس كورونا بيخترق الاجهزة كلها وبيأثر عليها وبالذات الرأة لانه بيدور على الرأة زي ما حكينا في حلقات قبل كده انا عايزك تقول لي ايه اللي بيعمله بقى في الكلة لدرجة انه يبوز الكلة فيحصل ما يسمى بالمالتي ومنها طبعا الكيدني يعني الكلة وبالتالي هو بيعمل في الكلة لدرجة ان الواحد يموت بالفشل الكلوي قبل ما يموت من فيروس كورونا في الرأة ده اللي انا يعني نفسي حضراتك تعرج عليه اه والله طبعا حرك عارف ان الفيروس لحد دلوقتي لسه كل يوم بنكتشف حاجة جديدة عنه صحيح اه من الحاجات اللي اه دلوقتي الدراسات والابحاث بتدور عليها ايه علاقة فيروس كورونا المستجد اه القصور الكلوي اه في احدى الدراسات اه اتعملت على تسعة وخمسين مريض مصابين اه بعد وبيروس كورونا اه اه اتعملت تحاليل فمضمن تحاليل استحابلت وظائف الكلة عصل لي وان فيه ارتفاع وظائف الكلة في اليوريا مثلا والكرياتين اه في اليوريا اكتر من تسعة تاشر في المية من الحالات الكرياتين بيكون زيت اكتر من سبعة عشر في المية من الحالات لما اتعمل اشعة مقطعية على اه على الكلة لان في كل الحالات فيه التهاب وفيه ما يسمى اللي دي محارك اكيد فاهمني ده كمصطلح علمي يعني اه 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 وفي نفس الوقت اه 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 الحالات دي اه اه بيكون اه 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 السبب اللي بيخلي ارتفاع وظائف الكلة فيه دراسات كتير بطول والله ان السبب ده ممكن يكون اه بسبب العاصفة السايتوكين او السايتوكين اللي الجفاف يعني اه 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 وعشان كده بندف لوودي يا دكتور احمد احنا طبعا في اول الموضوع بندف اوكسيجين ونحرص على ده وندف لوودي ونحرص على ده اتفاضل اه ارتفاع درجة الحرارة الكبير بيؤثر على اه ممكن يؤدي بصورة أو بأخرى لتحل ما يسمى تحل العضلات وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع في وظائف الكلة وقصور مزمن. كمان تعفن الدم أو السبسز اللي بتحصل نتيجة المناعة بتدعف ويحصل فيه عدوى بكتيرية فبالتالي ندخل في مرحلة السبسز فبالتالي بتأثر بصورة أو بأخرى على ارتفاع وظائف الكلة. في حاجة تانية بعض الأبحاث بتتكلم على الخلايا أو مستقبلات إنزيم محول الأنجوتين سين. اللي هو احنا قلنا عليه الـ A-S2 يا دكتور أحمد قبل أنا مكلم حضرتك وحكينا أنه هو موجود على الخلايا فبالتالي هو المستقبل لهذه العدوى وأنه موجود في أكتر من عضو من أعضاء الجسم. وطبعا البروتين اسمه الفيورين اللي بيطلعه الفيروس أو جزء الجلايكوبروتين من الفيروس اسمه الفيورين هو اللي بيلتسق بالخلية ويشتغل بقى على الـ A-S2 اللي حضرك بتقول عليه. آه تمام حارك. أزام حاركي دكتور قلت يا دكتور هو فعلا الـ A-S2 موجود في الخلايا الكلة والجهاز الهضمي وكمان بيكون موجود بنسبة أكبر من الرئة ولكن يعني من الحاجة الكويسة إنه ما بيتأثرش بصورة كبيرة زي ما بيتأثر الخلايا اللي في الرئة فده برضو من أحد الفرضيات اللي بتقول إن ارتفاع وظيف الكلا أو الكسور الكلوي الحاد اللي بيحصل فيه بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا بيبقى نتيجة لكل الأسباب أو كلها أو جزء منها أو بعضها يعني نعم. متشكر جدا دكتور أحمد النجار. الحياة النهاردة خدنا منك معلومات مفيدة جدا ويمكن أنت من أوائل الدكاترة اللي تكلموا على هذه الفرضيات دي على فكرة عايزة المشاهدين حاجات موجودة في الدوريات العلمية يعني أنا بشكر طبعا الدكتور أحمد النجار أخصائي البطنة والكلة على المعلومات القيمة اللي أضافها للحلقة النهاردة واللي أفدنا بيها كثيرا ولخصلكم اللي قالوا بسرعة فهو الدكتور أحمد سألناه أهم سؤال هو ليه مرضى كورونا ساعات يموتوا ومنحة آخر تاني خالص وهو ليه بيموتوا دول وده كانت أطرحتنا النهاردة اللي كان البطل فيها الدكتور أحمد النجار بصري اللي ألقى المزيد الحقيقة من المعلومات حول هذه القضية فيبقى اللخص اللي قاله الدكتور أحمد في أنه عاصفة السيتوكينات اللي حكيت لكم عنها وده اللي فسر لنا الأطفال ما بيموتوش ليه من كورونا ليه ما بيموتوش الأطفال من كورونا لأنه الجهاز المناعي بتاع الأطفال لسه ما تطورش على عكس الكبار الجهاز المناعي بتاعهم تطور فلما يجي الفيروس الجسم بيرد برد عنيف الرد العنيف ده بيقتل الإنسان أكتر من كورونا ما هي بتقتل الإنسان ولذلك أحد الحاجات الأدوية اللي شغالين عليها في أوروبا دلوقتي اللي هي أنتي سيتو كاينز ستورم يعني أدوية هد العاصفة دي عميه ده شوية اهدى شوية يا جسم اهدى شوية يا جسم لأن احنا قلنا أي جسم غريب بيدخل الجسم بيرد عليه بالتهاب الالتهاب ده يطلع فيه بقى الهيستامين ويطلع فيه السيتوكين ويطلع فيه حاجات كتيرة جدا 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 لدرجة العلماء يقول لك يقول لك هذا المريض من كورونا بيغرق في مية بيغرق في مية من جوة لبرة يعني الرأة تبقى مليانة مية والرأة طبيعة تتملي هوا مش مية مختلفة ومواد مختلفة قادرة على قتل الجسم علشان كده الأدوية اللي شغالة دلوقتي على الفيروسات بعضها شغالة على منع تكاثر الفيروس لأن الفيروس زي ما قلنا مجرد ما يدخل الرأة بيقول لها انسي الهوى انسي التنفس هاتي الأكسجين اللي عندك ناخده ويعمليني النسخ مني نسخ مني نسخ مني نسخ مني يعمل ملايين النسخ الله في خلية صغيرة خلاص تحولت الخلية إلى ايه بيط الفيروس ما بقيتش خلية رأة بقى وده اللي بيموت الحاجة التانية انهم يقللوا ايه العاصفة السيتوكنية واحد يقول لي الله بقى الجسم قتل نفسه بنفسه ايوه الجسم قتل نفسه بنفسه لأنه الجسم طلع مواد وإحنا حكينا قبل كده وقلنا أول ما الفيروس ده يدخل الدنيا بتبقى يعني مش واخدة لطبع العادي أتمنى زميلنا يتصلوا حتى بالدكتور هشام منصور بالتليفون يعني معنا رقمه بحيث لو مش قادر يوصل نقدر نكلمه على التليفون نكلمه دقيقة بس لو في فرصة أستأذن زميلي في الكنترول يتواصلوا مع الدكتور هشام منصور اديتهم رقمه أنا وأتمنى عشان هو حيجاوب لنا عن سؤال مهم كان الحياة في الحلقة النهاردة ألا وهو هو أستاذ بالجامعة الأمريكية ألا وهو كيف تستطيع الأسرة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الخنقة لكل العالم مش مصر بس لكل العالم في الظروف دي إنها يعني تقتصد فيما لديها من أموال إذا كانت الأموال حتى لو خليلة كيف نستطيع أن نجتزئ من ميزانيتنا أو إن إحنا نفصل ميزانيتنا على قد إمكانياتنا في هذا الموضوع وكان هو هيغطي الجزء الاقتصادي وكنت أنا الحياة نوي أغطي الجزء الطبي والتغذية إذا جاز التعبير في الموضوع يعني إحنا لازم نكتر من العدس لازم نكتر من الفول لازم نكتر من البسلة لازم نكتر من البقوليات لازم نكتر من مضادات الأكسادة اللي موجودة في الفلفل اللي موجودة في الجوز واللوز والفسدق لازم نكتر من الفول السوداني لازم نبعد عن السكريات خالص لازم ناخد زبادي بكمية كويسة جدا قلبتين من الزبادي مهمين جدا حتى لو صغير الحجم أو متوسط الحجم إحنا قلنا قبل كده إن الزبادي ضد كورونا بس عايز أقول حاجة وإحنا بنغطي التغذية يا أخواننا لو سمحته محدش يقول الدكتور حسين الشورى بيقول إنه الزبادي على أجل فيروس كورونا خالص إحنا بنقول إنه من الحاجات اللي تقوّل مناعة في حربك ضد كورونا إنك تاكل زبادي تحط في الزبادي شوفان أو شعير أو كلايهما يبقى حلبة زبادي طبق زبادي صغير محتوط فيه الشوفان أو الشعير أو اللي اتنين مع بعض مع فص ستوم متقطع بالطول تلت خبطات كده يعني تلت تلات وجدوا إن التلت تلات بالمناسبة هم أكتر حاجة تطلع المادة اللي اسمها الأليسين اللي جوه التوم اللي مضادة للفيروسات كمان الزبادي وإحنا بنختاره نلاقي عليه كلمة برو بيوتك برو بيوتك يعني فيه أنواع من البكتيريا المفيدة اللي تاكل الفيروسات فاسمها برو بيوتك هتلاقيها على قلبة الزبادي حضرتك وعلى أغلب الزبادي اللي في السوق ستأكد من كلمة برو بيوتك أو بالعربي ساعت تبقى معزز بسلاسة أنواع من الخمائر ده هتلاقيه في بعض أنواع الزبادي أو كتير منها إن شاء الله مهم جداً زي ما قلنا بعد ما حكينا عن السوم وبعد ما حكينا عن الزبادي وبعد ما حكينا عن الشوفان ندخل على السمك السمك المشوي رائع جداً ضد كورونا زي ما حكيت تاني برضو نحن نزاود المناعة مدام أنا في حرب ضد معرفش زمايلي تواصله مع الدكتور يشام منصور آه طيب طيب إحنا يعني هنكمل يبقى إذن إن شاء الله الزبادي اتنين الشوفان تلاتة الشعير أربعة التوم خمسة السمك نفسه كواجبة من الوجبات الرائعة جداً مضادات الأكسادة وطبق الصلطة بالجزر بالخيار باللمون بالجرجير بالخص بالورق الأخضر طبعاً البروكلي رائع 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 البروكلي بالذات لو مسلوق رائع جداً الأفوكادو بعد كده من الحاجات المهمة جداً الأفوكادو وجدوا إن قوته في طريقين إنه بيقوي القلب والأوعية الدموية ولذلك ينصح به لمرضى القلب بكميات كبيرة جداً الأفوكادو ثمرت أفوكادو واحدة تعادل ثلاث أنواع من أدوية الضغط وتخليل الحمل على القلب وخصة خالص يعني لو عملنا لكم حلقة عن الأفوكادو وإزاي بيقوي المناعة يعني هنبقى طبعاً النوم الكفاية وقبل دول كلهم حط النوم الكفاية لأنه لو كورونا جاي يزور واحد ولقاه مش نايم كويس حيخترقه بسهولة وما تستهينوا بهذه المعلومة دراسات بالهبل كتيرة اتعملت على إن الواحد خد طاقة كافية من النوم ولا نص نوم وقلق لأ نص نوم وقلق هنيئاً لكورونا بهذا الرجل يعني هنيئاً لمستشفى الصدر زي ما قال الفنان محمد هنيدي قبل كده في أحد الأفلام لأ مش حايزين نقول هنيئاً لكورونا على البني آدم ده اللي ما بينامش كويس النوم اللي مش يعني من ست قالوا العلماء من ستة لتمان ساعات ويفضل يبقى في حدود تمانية سبعة تمانية في الحدود دي مهم جداً الرياضة من غير إجهاد وحطوا خط تحت إجهاد لأنه لما عملوا إحصائية على الناس اللي بيتمارس رياضة والناس اللي ما بيتمارسش رياضة أو تمارس رياضة بعنف وجدوا أن اللي مارس رياضة بعنف زي وزي اللي ما بيعملش رياضة خالص فيبقى إحنا عايزين الرياضة بسيطة زي السباحة زي الجاري بس بمعدل وأنا حكيت لك قبل كده قلت لك لو اللي بيعمل رياضة كلمك وكان بينهج قوي يعني أنا الدكتور حسين الشورى أنا الدكتور حسين الشورى مثلا تمام مسعارف يتكلم ويقول الاسم من كتر النهجان ده دي الرياضة الضارة دي الرياضة الضارة علشان كده بقول مهم جدا إن إحنا إيه نتكلم بهذه الكيفية أو بهذه الطريقة فيبقى النوم الكويس ده نمرأ واحد اتنين الرياضة المعتدلة ده نمرأ اتنين تلاتة الزبادي عموما وبزيات المعزز بتلات خمائر أو البروبيوتك أربعة وزي ما بقول المعزز بخمائر ده مش دعاية لنوع من الزبادي لإن هي نوعية من الزبادي في كل شركة عاملة فيها النوع ده أو النوع التاني زي اللايت والعادي كده في الزبادي فهي ما هوش دعاية لحاجة طيب الشعير شوفان الفلفل الرومي وقلنا الفلفل بأنواعه الفلفل الرومي الألوان ده رائع جدا بس بتوح السكر ما يكتروش منه لإنه وجدوا إنه هو إيه بيزود السكريات وممكن يلخبط السكر طيب الدكتور أحمد النجار في الحلقة النهاردة حكالنا على إنه مرضى الكلة يزبطوا الكلة والدنيا يتبقى كويسة وهو الحقيقة قال معلومات مهمة جدا لإنه تقريبا طلع لنا كل ما هو منشور في الدوريات العلمية عن تفسير ليه مرضى الكلة بيموتوا بكورونا يعني كورونا تدخل على مرض الكلة تموتوا ليه؟ فهو قال يمكن ست نظريات لو فيه وقت في الحلقة هجمعها لكم تاني والحقيقة ده أحدث ما وصلنا له ده أحدث ما وصلنا له يعني زميلنا بيقولوا الحقيقة إنهم بيتواصلوا تاني مع الدكتور الشام منصور فيعني لو فيه فرصة للقاء تليفوني نبقى يعني شاكرين جدا طيب هنرجع تاني في الدقايق المتبقية في الحلقة لأنه الحقيقة النهاردة زي ما بيقول لك حضرتك مش عارف يعني منظمة صحة العالمية والعلماء شغالين على طيارين زي ما حكينا إما إن احنا نقلل من تكاثر الفيروس فكيروس كورونا ده بيدخل الجسم يتكاثر 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 على حساب الخلية طيب إيه الحاجة التانية بقى الحاجة التانية الإيس اللي قال عليه الدكتور عحمد هم إيه إتخذوها منين خدقوا من الإيه إختصار كلمة إنتجو تنسين الإيه يعني المحول يبقى يعني الإنزيم اللي بيحول الإيه الانجو تنسين إلى إنجو تنسين من اتنين لواحد وها كذلك فهو ده اللي بيفتح البوابة مين؟ لكورونا عشان يدخل ركزوا بقى يبقى تاني كورونا لو إيد بيدخل بيها الإيد دي عبارة عن بروتين اسمه الفيورين العلماء طلعوه خلاص وعرفوا تركيبه وعشان كده لما دايما حد يسألني وانا ماشي او انا عند سوبر ماركت ويبقى بالصدفة شاف لأي حلقة سواء الحلقة اللي من يومين في صد البلد او في القناة اللي بيها او هنا حتى او اي قناة انا بطلع عليها دايما يسألوني طب انت شايف ايه يعني شايف الغمة حتنزح وتروح اقول لهم ان شاء الله لهم حتنزح لانه العلماء بدأوا يعرفوا خلاص يعني احنا لو عرفنا البروتين اللي طالع من الفيروس ده بطريقة او اخرى ايه اللي يسيحه ايه اللي بوزه ايه اللي خلاص عرفنا طيب الاس 2 ده حاجة مهمة جدا يا جماعة جدا الاس 2 ده لانه ده الرجل اللي بيفتح لما كورونا يخبط اوعوا تفتكروا انه كورونا بيدخل كده ابدا كورونا بيخبط وبيوصل لحتة معينة يمد البروتين بتاعه فيها في الخليج عشان يدخلها يعني كنا نعرف المعلومات دي كلها ده معناه انه ان شاء الله العلاج في الطريق جدا قرب يوصل فهذا الراجل اللي بيفتح الباب للحاج كورونا لعنة الله عليه لما يدخل هو مين الاس 2 طيب هما لقوا زي ما قلنا انه 80% من الناس بتخفل وحدها او 81 تمام و14 بيدخلوا العزل تمام اللي بيدخل العزل ده 4% منهم بيموتوا بيحتاجوا جهاز تنفو الصناعي وهكذا على فكرة كل اللي بيعودوا على جهاز تنفو الصناعي 20% بس منهم اللي بيعيشوا وال80 بيموتوا يبقى تاني تعالوا بس نحسب الحسبة عشان نبقى فاهمين الموضوع كورونا 80% منه بيخفوا لوحدهم وعلى فكرة ده اللي بيخلي صعوبة التنبؤ بالعلاج وان شاء الله هنعمل حلقة تانية عن العلاج بس العلاج بس يعني هعمل لكم حلقة كاملة عن كل علاج متوقع يطلع له كورونا وإيه النظرية بتاعته شغال على إيه هو نتائجه إيه استعالوا نرجع للحسبة دي لإنها هتريحكوا جدا الحسبة دي بتقول 80% هيخفوا لوحدهم بس ده بيخلي الناس تقولك الله طب ما يمكن العلاج اللي ديناها الإكس للبني آدم ده خفوا لوحده أو كده كده بيخفل وحده وده اللي خلى فيه صعوبة في التوقع إن العلاج هو اللي جاء في فايدة خدوا بالكم النقطة دي من النهاردة الراجل ده لو قدته حبة نبات ولا عرقسوس كباية وخفة هقول العرقسوس هو اللي خففه علما بإنه إيه هو خفل وحده تبعي 80% والحقيقة فيش حاجة اسمها الوحده في حاجة اسمها المناعة عشان كده الدكتور حسين الشورة خلى جزء في الحلقة النهاردة حكى لكم عنه قالا وهو إيه إيه الأكل اللي يقوي مناعتك وتعال نحسبها بالعقل تعال نحسبها بالإيه بالعقل مدام العلماء لسه مدناش العلاج يبقى اللي في إدنان قويه هو مين المناعة وأول شروط المناعة التباعد الاجتماعي التباعد الاجتماعي ما سلمش على حد بالكوع أو القلوب سلمت يا عم الحج القلوب سلمت لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إلي إليك يد يا إيه لأخطلك دي الآية الموجودة اللي بقضي الناس على الفيس يعني استخدمها في الموقف ده قالك الله طبعا انت حتمدي إيه دك ده انت بتقتلني مش بتسلم عليها يبقى التباعد الاجتماعي التخذية اللي حكيناها بالتالي هي الجزء بتاع المناعة مدامنا مش قادر ألاقي علاج أعالج به يبقى قوي المناعة يعني حاولت ألم الموضوع شوية وأقول على موضوع المناعة حاولنا نفسر ظاهرة مهمة جدا ألا وهي السايتو قايم حاولنا النهاردة بوجود الدكتور أحمد النجار أخصائي الكلة المحترم اللي جاب لنا النهاردة تفسيرات لموضوع الكلة اتكلمنا النهاردة وترحنا حاجة مهمة جدا في القصة دي اللي هي كيف أحمي نفسي من كورونا وبذلك لو أنا مريض كلا تعالوا نقول حاجة مهمة نختم بها الحلقة لأنها السؤال المهم الحقيقة هو إيه الأعراض اللي تجيني فأعرف إنه عندي كورونا لقدر الله بصوا إحنا عندنا خمس أعراض أساسية وبعد كده شوية تانين مش شائعين خالص نمرة واحد السخنية نمرة واحد إيه السخنية السخنية دي الحقيقة من الحاجات المهمة جدا 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 ودي في المطارات بيوجهوا حاجة كده يشوفوا درجة الحرارة لأنه لو سخن هيشكوا فيه مش سخن خلاص فيبقى السخنية أساسية يبقى تاني يقول لي خمس حاجات يا دكتور حسين الشورى هم اللي يتشك فيهم أنهم كورونا تعالوا نقول الخمسة مع بعض ونحفظهم واحد الحمى ودي موجودة من 83% 98% من الناس الحمى يبقى سخن احتمال كورونا يعني جامد اتنين وده مهم طبعا الكحة الناشفة اتنين الكحة الناشفة ثلاثة النهجان يبقى تاني 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 لسه فيه اتنين تانين هيقولهم الدكتور حسين الشورى بس الخمسة دول أساسي إنما التانين دول يعني كده يبقى تاني نمرة واحد السخنية ولذلك زي ما بقول لكم في المطارات يقسوا الحرارة بالمسدس ده لقوه سخن يشكوا فيه قوي ما لقوش خلاص يبقى واحد سخنية جدا اتنين كحة ناشفة جدا ثلاثة حكينا وقلنا دي نفس نهجان بينهج اربعة تعبين تعالوا نحفظهم تعبين مش تعب واحد تعب في الجسم كله وتعب في العضلات ومعنى تعب في العضلات إنه تعب العضلات ساعتي يبقى لوحده يبقى تاني الخمس حاجات اللي اتخليني اشك من الراجل ده عنده كورونا نمر واحد السخنية ولقوها مش دايما في الاطفال ولقوا معاها رعشة زفزفة كده يقولوها يبقى نمر واحد السخنية خلينا فاكرين وخليك ناصر وربنا يحفظك يا رب ويحفظ ماصر والعالم واحد السخنية اتنين الكحة الناشفة تلاتة النهجان يعني دقة النفس اربعة تعبين تعب العضلات وتعب الجسم خش بسرعة في دقيقة على الحاجات التانية اللي مش شائعة ومش دايما ومش مهمة قوي نمر واحد ودي من كام من اربعة لسبعتاشر في المية الحلق والريق وقلم الحلق وجفاف الريق وا 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 يبقى اتنين العطس عطسي عطسي وبالذات نزول الايه المية كده ولا حاجة من مين من الانف رشح من الانف يعني تمام ايه تاني الجهاز الهضم اللي احنا حكينا عليه وقلنا الجهاز الهضم بساعات يصيبوا فيروس كورونا ويعمل فيه القاتي نمر واحد سددان النفس اتنين رغبة في الترجيع مع عدم ترجيع نسميها نيوزية يعني نفسه غمة نفسه ايه غمة ما فيش ترجيع ما بيرجعش مالوط كورونا ما بيرجعش تمام تلاتة اسهال ولقوا ان الحاجات دي تسبق السخونية بيومين يبقى لو فيروس كورونا طال على الكلة لكن جالوا حوال واتنين تلاتة من العيلة اللي دخلين هجوم دول دخلوا حال جهاز الهضم يعملوا اللي انا قلته يوم قبل السخونية بيوم او يومين يعملوا ايه يعملوا اسهال يعملوا ايه تاني يعملوا رغبة في الغسيان عايز ارجح ومش قادر ارجح يعملوا انسداد في في الايه في النفس ما نفسهش ياكل خالص يعملوا حاجة مهمة تاني جدا جدا فقد حاسة الشم الشم فقد ما يسمش يعني اي حاجة يا جماعة الحقون انا مش بشم لا قدر الله مش بشم يبقى فقد حاسة ايه الشم وجدوها في نسبة موجودة تمام طيب ايه تاني من الحاجات التانية الصداع الصداع بس هل الصداع نحطه في الخمسة لا اخليكم نصحين نرجح تاني نقول الخمسة قبل ما نختم الحلقة الخمسة هم السخونية السخونية في تلاتة وتمانين لتمانية وتسعين في المية من العيانين اتنين 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 ومهمة جدا الكحة الناشفة تلاتة النهجان اربعة تعبين تعب الجسم كله وتعب العضلات لوحده لانه حتى والجسم تعبان العضلات بتبقى بتولع وقال لنا الدكتور احمد النجار من شوية انه حتى في الكلا وجدوا العضلات بتتأثر وجدوا العضلات بتتأثر حتى في مريض الكلا اه يعني خلص الوقت ويعني يعني نحتازل ان الدكتور هشام اه منصور ما قدرش يوصل للستوديو اه استاذ بالجامعة الامريكية وكان هينقش لنا الجزء زي ما قلت لكن ان شاء الله مع واحد بحلقات جديدة عايزة المشاهدين يبقى الامل طول ما ربنا موجود ايه هتفقد الامل ابدا خلي التفاقل سلاحك ضد كورونا البشرية هتنتصر 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 زي ما قال الاستاذ غارزينو ده اكبر استاذ وباقيات في واشنطن وفي العالم كله قال فترة بسيطة والبشرية هتتغلب ان شاء الله على فيروس كورونا وكلنا نرجع لحياتنا الطبيعية ونسأل الله ان تنكشف هذه الغمة اللي انا بقول في مقدمة كتابي اللي حينزل بعد ثلاث اربع تيام في مصر كلها عند كل بتوع الجريت هتلاقيه اسرار كورونا تبع اخباري اليوم اسرار كورونا اللي بقول فيه ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة والان دايما سلاحي والتفاؤل بقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدق وقال احب الاعمال الى الله شرور تدخله الى قلب اخيك المسلم وختامنا ابتساما